ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الرافدين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والهود اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وحبب ما يقربنا إلى حبه واسقنا من حوضه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ مُحَمَّدًا الوسيلة والفضيلة وَابْعَثُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَبْدَهِ أرضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًّا نُودِي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنانتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعسيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا حبّك وحبّ من أحبّك وحبّ ما يقرّبنا إلى حبّك يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود اللهم ارزقنا حبّ نبيك وصفيّك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم وحبّب ما يقرّبنا إلى حبّه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الخياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء توكلنا على الحيّ الذي لا يموت لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا شريك ولا ندّ له وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم اللهم إنا نسألك بأسمائك الخُسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرّجته ولا مريضا إلا عافيته ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راضٍ عنا غير غطبان اللهم إنا نتضرّع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا لما في صدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عما سواك وتعيننا به على رضاك وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاءا من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترجقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع سوء وكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا وكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووخص صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم صلي على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اخفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبن عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة وسلام بعطفك ولطفك ورحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أوليائك وتنصر جندك وأحبائك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا فأنت المرتجى تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى استوى أقيموا صفوفكم وسد الخلل الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله أكبر اسمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله